هلا فيكم وهلا بالنشامة رحلة البحث عن النشامة من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوب المملكة نبحث عن أشخاص عهدوا الله بأن يعملوا من أجل الوطن والمواطنين اليوم الدرع 19 بهلا بالنشامة وضمن برنامج دنيا يا دنيا ضل في عمان حتى نكرم مبادرة يمكن طلعت على العالمية أو الوطن العربي وموجودة أيضا في البلد اليوم أنا باجتمع مع شباب اسم مبادرتهم ورشة بلد حتى نتعرف على ورشة بلد وين موجودة معاي أحمد أحمد صباح الخير صباح الفل ليس لك تعرفني أول إشي باسمك أول إشي أنا أحمد بكر من مبادرة ورشة بلد أنا الليدر طبعا أنا ورشة بلد ورشة بلد هي عبارة عن ورشة مبادرة طوعية اجتماعية خلينا نحكي هي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المبادرات إلى مبادرات خلاقة طبعا هي بالمملكة وخارج المملكة الحمد لله رب العالمين يمكننا أن نوصل لخمس دول تونس الجزائر تركيا ومصر والأردن الحمد لله رب العالمين وعندنا تيم تقريبا بفلسطين إن شاء الله عم نحاول أن نكون إن شاء الله نوصل صورة كويسة عن البلد بشكل للأردن المملكة الأردنية الهاشمية سواء داخل الأردن وخارج الأردن وشعارنا دائما هيكون من البلد والهالبلد الحمد لله رب العالمين شميل جدا يعني أنت وصلتوا وطرقتوا البواب العربية بكل بلد في الكو تيم صح؟ بالضبط بالضبط الحمد لله رب العالمين حتى في كل بلد إلنا أكثر من تيم يعني زي المملكة الأردنية الهاشمية عنا في كل المحافظات تقريبا عنا الزرقى عنا إربد عنا العقبة عنا الكرك عنا الصلط الحمد لله رب العالمين عم متنوع ونفس الإشي بتونس ونفس الإشي بتركيا عم بسرق لنا أفروع عم نتطور عم نسعى أنه نعمل مبادرات أحسن شوي نرتقل مستوى الأفكار نعطي صورة أفضل عن وطن العربي بشكل العالم وبشكل خاص عن الأردن جميل جدا طب إحنا بدنا نحكي عن المبادرة الموجودة في الأردن وفريق الأردن مع مايا مايا كيف حالك؟ الله يساعدك يا رب البداية مايا الهبارنة مدير عام بفريق ورشة بلد فريق الأردن فريق الأردن بالبداية هو بأكتر من محافظة بالمملكة منها الزرق عمان الكراك صلت جرش إربد ويعني تقيبا شمالنا ست محافظات ومستمرين طبعا بالشمل طبعا مثل ما تفضل أحمد إحنا بنطلع بمبادرات مبتكرة جديدة من نوعها بحيث أنها تتميز من خلالها ورشة بلد يعني كورشة تتميز من خلالها ورشة بلد على مستوى الأردن بالمبادرات المتميزة عشان إحنا نتميز بطابع الورشة بلد الجديد كونه هي الورشة الأولى بالبلد هلأ بالنسبة لورشة بلد شو بتطلع بمبادرات زي ما أنا ذكرت نعمل كل إشي جديد ما منخطص بفئة معينة بفئات المجتمع نعمل كل إشي ممكن أنه يعني يتماشى مع الخير جميل هلأ شو ضل كمان أنا بعرف بأنه التطوع يمكن ما منقدر نلخصه في كلمة أو كلمتين أو ثلاث بتحكي لك بالتوفيق لفريق الأردن بدنا نروح لشخص هو في فريق الزرقة وفريق عمان حمزة حمزة طه مشرف في قروب الزرقة وعضو بورشة بلد حمزة شو أضاف لك التطوع أنت كشخص شوف كل إنسان فينا مهما كان الديانته ومهما كان في جانب إنساني من شخصيته بحب يعمل خير بحب يساعد وفي اقتباس صغير عن العمل التطوعي بيحكي أن تكون متطوعاً معناها أن تكون قندي الأمان فيظنك اليتيم أبا والعجوز عكازه وعامل النظافة سنده ويطمئن عامل النظافة لأنك سنده وزي ما حكى سيدنا أوحسين ووالي الأهد كثير حثونا على العمل التطوعي العمل التطوعي بغير من شخصيتك بكسبك علاقات جديدة إيش كثير حلو أنك تعمله بهدف لخدمة المجتمع نظافة المجتمع أكثر من نشاط ممكن تعمل وكلنا فيه عندنا وقت فراغ بنقدر نستغله بالعمل التطوعي جميل جداً الله يقويكوا جميعاً أنا أبدي إياكم كلكوا تيجوا لعندي لو سمحتوا الله يعطيكم العافية جميعاً أنا أعرف منكم اللي تارك دراستو منكم اللي تارك بيت عشان ييجي ويتطوع تعالوا قربوا قربوا كلنا نطلع لهون هذا الدرع عشان تكونوا عارفين هو الدرع 19 من هلب النشامة هذا الدرع إن شاء الله يكون نزرع في جميع محافظات المملكة دائماً نبحث عن أشخاص عاهد الله بأن يعملوا من أجل الوطن والمواطنين بدي كل ما تشوفوا هذا الدرع تتذكروا بأنه في وطن إحنا بحاجة لخدمته في مواطنين إحنا بحاجة إن نساعدهم لأنه ما شاء الله عليكم تستحقوا كل الشكر والثناء ما شاء الله عليكم أحمد مايا كلكوا هذا الدرع مش بس لأحمد ولا لمايا ولا لحمزة ولا لأشخاص محددين هذا الدرع لورشة بلد في جميع الوطن العربي وجميع المبادرات اللي أنت ذكرتهم الموزعين شكراً لكم بتمنى لكم التوفيق في نشاطكم اليوم هاي في ناس إجوا شوي متأخرين تعالوا لعيننا لهون تعالوا عشان تطلعوا برضو معنا تيم إربد هلا وصل طيب أهلاً فيكم إحنا من اعتذر إنه بلشنا بكير ما لحقتونا ولكن بدي أتمنى لكم مرة جديدة التوفيق وهذا الدرع التسعتاش بعهدتكم بعهدت ورشة بلد وحكولي بتكون تحكوا كلمة شو هي شعارنا لها البلد من البلد ولها البلد والله يقويكوا لخدمة هاي البلد شكراً لكم ونرجع لستوديو دنيا دنيا لاتكملوا باقي فقراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر